أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند طبعا زي ما قلت في البداية منذ قليل انتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والمنتخب فاز بهدفين مقابل هدف الانتصار كان مهم جدا الفكرة في حد ذاتها مش انك خلاص تصدرت المجموعة وتأهلت انت عندك فكرة التصنيف يا جماعة موضوع ده اي اتحاد وطني بيهتم بمسألة مشاركة منتخب البلد في اي تصفيات او في اي بطولة رسمية بيشتغل على التصنيف ده على مدار اربع سنين في ناس مسؤولة جوه اي اتحاد بتشتغل على موضوع التصنيف ده بشكل جدي جدا النهاردة الانتصار كان مهم جدا ليه؟ تصنيف نوفمبر اللي احنا فيه دلوقتي هيصدر ان شاء الله يوم 25 من الشهر الجاري اخر الشهر الجاري وقد يكون هذا التصنيف هو التصنيف النهائي اللي على اساسه هتتعمل قرعة الدور الحاسم للجولة الاخيرة في تصفيات كأس العالم كلنا عارفين ان منتخب مصر بيأتي في المركز السادس على المستوى الافريقي لان حاليا فيه خمس منتخبات متصدرين بنتكلم مثلا فيه السنغال المغرب الجزائر تونس ناجيريا مصر تليها على طول بحوالي كم نقطة كده بعد ما تعدلنا مع انجولة فقدنا حوالي سبع نقاط لكن فوز كوديفوار على موزنبيق خلق كوديفوار بتقترب من مصر بشكل قوي جدا في التصنيف فبالتالي احنا بنتكلم قبل مباراة النهاردة مصر 1440 نقطة كوديفوار او ساحل العاج 1430 نقطة فانت بتتكلم فرق بالضبط 10 نقطة مصر لعبة مع الجابون وكسبت مصر النهاردة هتاخد حوالي 8 نقاط وخمسة من عشر يعني ممكن نوصل مثلا 1449 نقطة طيب كوديفوار 1430 لو كسبت الكاميرون النهاردة هترتفع في الرصيد تبقى حوالي 1442 فبالتالي انت على الاقل ضمنت مكانك في المركز السادس ودلوقتي حتى ايا كانت نتيجة كوديفوار والكاميرون 2340 ايا كانت النتيجة هي مباراة صعبة طبعا بالتأكيد وحاسمة في التآهل وعشرح دلوقتي موقف الفرق او المنتخبات الاربعة المتبقية لكن النهاردة كوديفوار لما تكسب الكاميرون هتاخد 12 نقطة ونص فبالتالي هتعد مصر اللي هو 1140 فبالتالي كان لازم النهاردة تكسب الجابون فوزك على الجابون ده امن مكانك في الترتيب واصبح ترتيبك السادس ليه بقى؟ انت دلوقتي عندك اربع منتخبات لغاية اللحظة لسه ما ضمنتش التآهل بنسبة مؤكدة عندك الجزائر عندك نيجيريا عندك المغرب عندك تونس وايضا كمان عندك يعني بنتكلم تلت منتخبات الجزائر ونيجيريا وتونس لكن في نفس الوقت السنغيال والمغرب خلاص سضمنوا التآهل دول خمس منتخبات المصنفة التصنيف الاول اي منتخب منهم هيخرج النهاردة مصر هترتق وتبقى ضمن الخمسة الاوائل ممكن الناس تقول لي ما اللي عايز يروح كسعالم مايفرقش معاه يواجه مين بص يا جماعة خلينا نتكلم بالمنطق وبالملعب وهتكلم على مباراة مصر والجابون النهاردة منتخب مصر في المرحلة الحالية لا مهم جدا يركز المواجهة اللي جاي هتبقى مع مين والحسابات دي مهمة جدا لان لما تتعمل قواعد جولة الحسم من خلال القرى هتتعمل يعني بشكل مبدئي في 18 ديسمبر على هامش قرعة نهائي كأس العرب في الدوحة مباراة العودة هتكون على ملعبك لان انت هنا بتستفيد من التصنيف بتاعك كل دي قواعد بالتأكيد خلال الفترة الجاية الفيفا يعنينا بشكل رسمي فمهم جدا تتصدر لان مباراة العودة لما تكون على ملعبك هتفرق كتير كمان مهم جدا في التوقيت ده الجزائر في افضل مستوياتها السنغال في افضل مستوياتها المغرب في افضل مستوياتها ممكن القرعة توقعك مع مالي ممكن توقعك مع الكونغو الدموقراطية هل المستوى الفني هنا زي هنا لا كمان في نقطة تانية انت عندك الكونغو الدموقراطية لو انت تصنيف اول وهي تاني واجهتها في القرعة الكونغو هتفقد 4-5 لعيبة في مباراة الزهاب بسبب الانزارات اللي حصلت عليها في اخر جولة نتيجة الانزارات مترقمة وبترحل لمرحلة جولة الحسم هي التفاصيل الصغيرة دي بتفرق في المباراة الكبيرة اللي زي دي والمستوى اللي احنا فيه دلوقتي ما يقهلكش لانت تقول ما عنديش مشكلة لعب الجزائر ما عنديش مشكلة لعب المغرب ما عنديش مشكلة لعب السنغال لا في التوقيت ده عنده مشكلة ومن هنا لشهر مارس اكيد كارلوس كيروش هيشتغل على فكرة ان المنتخب لازم اداءه يتطور ولازم يشوف افضل قوالة يبدأ بالمباراة الفترة الجاية وده النهاردة ظهر لما لعب مباراة الجابون وشوفنا التشكيلة اللي بدأ بيها المباراة لذلك الحمد لله فوز منتخبنا النهاردة ضمن لمصر المركز السادس في التصنيف الافريقي لكن تتبقى بقى نتائج النهاردة تونس والجزائر ونيجيريا اي منتخب هيخرج مصر هترتقي في التصنيف وتكون من ضمن الخمسة الاوائل في قرعة الدور الحاسم القادم ان شاء الله طيب دي جزئية